موسيقى 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 أصدقائي المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر إذاعة صوت لبنان مع طلالة حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر ونحكي فيها اليوم عن الموازنة وعن الأسادزة بالقطاع الرسمي كيف رح يتعاملوا مع هاك موازنة اليوم الروابط التعليمية لها لا مش عطيتنا كلمة إذا فيه عن جد مدرسة بالمدارس الرسمية ولا لا يعني طلاب المتوسطين الحال أو الفقرة رح يتعلموا اي ولا لا مين بتحمل المسؤولية نعرف الزودات مش عم بتكون على قد المصروف ومش قادرين يمكن الأسادزي يوصلوا بهاو كزودات انضربت بثلاثة مبارح بموازنة لألفان واثنين وعشرين بس بالنتيجة فيه عام دراسي مين مخول ينقذوا وزير التربية شو عم يعمل بهالإطار زياراته إلى قطر وغيرها من البلدين طيب شو أسفريت السنة الدراسية بالمدارس الرسمية فيه خطر من ينقذ العام الدراسي هيدا سؤال بوقت المدارس الخاصة مقلعة كمان عنا موضوع اليوم العنف ضد المرأة ضد النساء بدنا نحكي عن هالموضوع بوقت صار تبوت عودت النساء على إنه بيظل الشلل القضائي برح تقدر تاخد حقه فعضي على الجرح داخل البيوت كيف عم تتصرف الجمعيات شو عم بتخبر الحالات اليوم ببرنامج نقطة على السطر هيدا ملف آخر اليوم مع ضيفتنا رئيسة جمعية كفا زويا روحانا ورح ينضم لإلنا رئيس جمعية العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العقيد جزاف مسلم وحالات عن نساء هنه رح يخبروا شو عم بيصير خلف البواب لمسكرة الصمت مش لازم يكون لأنه مش مسموح يتعرض حدا للعنف شو مصير الأزواج اليوم اللي موجودين بالسجون السياسيين طلعوا البعض البعض الآخر بعده موجود هيدا ملف كمان رح نعالجه اليوم قبل ما نبتدي بهالملفين أقررت موازنة تتكلم عن نفقات لا تتوازن إطلاقا مع الواردات وتضمنت مخالف صارخة تسمى دستوريا بفرسان الموازنة يعني أكلت التبولة حاطين فيها موز موازنة تمت شريعة من دون قطع حساب موازنة بنت أرقامها بإقرار رئيس الحكومة نفسه على سعر صرف خمسة عشر ألف دولار بالسوق الفعلي موازنة ما بتحكي إصلاحات والأنكة المثابرة على تمرير إقرارها برفع الأيدي مش لازم يطم الطعم بقانونها لأنه هيدا حق الشعب اللبناني المنهوب والمنكوب قولوا لنا شو بتكون تعملوا بعد ما جعلته المواطن اللبناني زليل يبحث عن لقمة الخبز يعني الانفجار الكبير ما عم بيعيشوا المحروق بجهنم العهد وهوية السياسيين بدأت سيماره تجنى لأن لا الموظفين ولا القطاعات الإنتجية بالزودات والتخفيضات الوهمية رح يهجروا نعم البيت بما فيه ويهربوا منه مش هونك اليوم القيادي بالتيار النقاب المستقل علي أسعد الطفيلة أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير شكرا لحضرتك لأيزاية صوت لبنان أول شي شو ما صير لعم الدراسة معطل بالمدارس الرسمية بوقت المدارس الخاصة اللعيت وماشي حالة اليوم ما في طبقة فقيرة ومتوسطة ولدى قاعدين بالبيت شو ما صيره برأيك للأسف بهذا البلد دائما أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة بيدفعوا ثمن سياسات غير مسؤولين عنها نتيجة تراكمات لسياسات الفشل من هذه المنظومة السياسية التي حكمت البلد من أكثر من 30 سنة ومازالت مستمرة بنفس السياسة وبنفس النهج الذي يهدف إلى تدمير هذه الطبقات وحرمانا من أبسط حقوقها وهي حق التعلم العام الدراسي حاليا هو بداية متعسرة لأله خاصة من بعد من بارح أقر نسبة زيادة تعادل 200 بالمية على رواتب موظفي القطاع العام بما فيهم الأساذي والمعلمي وهذه النسبة لا تتناسب مع معدلات تضخم الكتير كبيرة اللي تجاوزت 900 بالمية وحاليا مع دولار جمركي على 15 ألف ممكن نطلع لمعدل تضخم فوق الألف بالمية فإذن هذه النسبة لا تتلائم مع التضخم اللي حاصل واللي ممكن نشهد بعد ارتفاع لأله يعني شو مصير الأساذي اليوم شو مقررين يعملوا ليش مش عم بيرجعوا إلى الجمعيات العمومية عم بيأخذوا قرارات شوي من غير ومنمشي على قرار آخر يعني مصير الدراسة معلق سنة الدراسية معلق لنشوف الأساذي واتجاهاتهم من بعد الموازنة لأقرة مبارح كان دائما فيه هدف من قبل أحزاب السلطة هو السيطرة على النقابات والروابط نعم ومن دائما هذه الروابط والنقابات نقابات وروابط التعليم الرسمي بكل مسمياته سواء التعليم السنوي أو المهني أو الأساسي هذه الروابط تقضع لإسقاطات سياسية في قراراتها فبدل أن نلجأ إلى النظام ونحترم هذا النظام الذي نصعى العودة إلى الجمعية العمومية يعني العودة إلى رأي الأساذي لاتخاذ القرار سواء بإطلاق العام الدراسي أو بعدم إطلاق هذا العام الدراسي لا منلاحظ أن هذه الروابط تنتظر الإملاءات والقرارات السياسية لاتخاذ موقفها يعني اليوم لا موقف واضح لحد هلا اليوم ما فيه أي موقف نحن منطلبة لهذه الروابط أن تحترم الحد الأدنى من المفهوم النقابي في العمل وأن ترجع إلى الجمعيات العمومية إلى الأساذي إلى هذه القواعد لاتخاذ القرار المناسب شو القرار المناسب برأيك اللي يجب أن يترك نحن يتميز بالبيت شيء أهالي مش قادرين يعلموا لادهم بالمدارس الخاصة بدوا نحطوهم بالمدارس الرسمية المدارس الرسمية اللي هلا معطلة نتيجة قدرام الأساذي في محاول لتصطوير من هذه السلطة من بعض هذه القوى في السلطة أنه المشكلة هي بين التلميذ بين الأهل وبين الأساذي مش هون المشكلة المشكلة بتكمل من هذه السياسات سواء كانت الاقتصادية أو المالية أو التربوية التي تتعاطى مع هذا الملف باستخفاف التربية هي عنصر أساسي من عناصر التنمية وهي استراتيجية أساسية ببناء بلد وببناء تنمية فعلية طب ما نحكي شعارات بدنا نحكي اليوم شو القرارات برأيك اللي لازم تكون اليوم اتفاق السراية اللي تجسب بما أقرب المجلس النيابي هل يكفي لحل الأزمة الاقتصادية اليوم بموضوع المويزنة اتفاق السراية اللي صار هنحكي شوي عن عنوين اتفاق السراية صار في اتفاق تشرين اتفاقات متعددة شوي بيعملوا اتفاقات ترجع تتعسر بيعملوا اتفاقات ترجع تتعسر وعلى ما يبدو اتفاق الصراية هو اللي مر بالمجرس النيابي شو بيقولها الاتفاق؟ اتفاق الصراية اللي هو بيعطينا فتات بالنسبة للأساتذي نحن العام الدراسي الماضي تأخرنا لفتنا على المدارس وقتا كان فيه كمان إضراب أكتر من شهر ونص وعدنا منذ ما نعرف على أي أساس كأساتذي وعدنا أخذت الروابط قرار بالعودة هون نسأل طيب نحن إذا هذا كانت النتائج ليش أخرنا شهر ونص إطلاق العام الدراسي بالسنة الماضية؟ فعليا نحن اللي أقرم بارح هو هيد الزيادة الميتين بالمئة وهي تنفيذ بتم الاتفاق عليه بلقاء الصراية وقت اللي عطونا وعدنا بهذه النسبة من الزيادة هيد النسبة في ظل هذا الغالة غير قادرين نحن نوصل على مدارسنا بكل بساطة مش لأنه نحن ماضربين لأنه فيه اعتبارات موضوعية ما بتسمح لنا نحن نرجع صفوفنا يعني وقتل منحكي بالأستاذ المقيمين بمناطق شوية مرتفعة إذا عشرة لتر مزود حاليا حقهم خمسمائة ألف طيب كل راتب الأستاذ اللي هو بهذه الزيادة لا يتجاوز سبعة وثمانة ملايين طيب كيف بده يقدر يستمر؟ طيب ليش حيتكون واطي برأيك اليوم؟ لأنه القضاءات على ما يبدوا ماشيين بـ 8000 النواب عم بيقبضوا يعني سعر صرف الدولار على 8000 يعني اليوم كتير فيه من القطاعات أخذت 8000 وتسوى معاشا ليش الأستاذي يعني بعضهم ادي فينا نحسب دولارهم هلأ يعني يعني زادولهم 200 بالمية شو يعني هالزاودي؟ نعم يعني وقت المتطلع موظفي الرجيم موظفي مصري في لبنان القضاءات حاليا بإضرابهم هم على حق هم على حق بمطالبهم بزاودي تقريبا تتجاوز الـ 500 أو الـ 600 بالمية هلأ ليش حيط الأستاذي واطي لأنه الأداة النقابية التي هي مهمتها أن تدافع عن هؤلاء الأستاذي لم تتخذ القرار المناسب وكانت تمالئ السلطة في كثير من الأحيان من هون من لاحظ أنه كان الهدف الانقضاد على هذه الروابط والنقابات التي كان لها دور في أيام هيئة التنسيق النقابية والفاعلة كان الهدف الانقضاد على هذه الروابط لتمرير هذه المشاريع ونحن كنا عم نقدر عم نروع مدرسنا دون أي حدا يطالب لنا بهذه الحقوق الطبيعية يعني تتخيلي كيف أستاذ بدي يروح مساف 30 أو 40 كيلومتر كان ليوصل على سنويته ما معه سمن تنكة مزود أو تنكة بنزين طيب كي بنا نطالب منه يرجع عصفه فيه أشياء عم تطالب منه غير قادرين على تنفيذها ونحن منقول هلأ للروابط للروابط السلطة أنه نحن غير قادرين نحن موضوعيا غير قادرين والأسوأ من ذلك أنه السنة الماضية كان الأستاذ الميمة معه اللي عم يقبض مليونين ليرة وتنكة البنزين بـ 700 ألف كان عم يتوجه لهم كتب تنبيه وتأنيب وحسومات من هذا الراتب الهزيل يعني هون وصلت الوقاح بالتعاطي مع الأساذ لأنه نحن ليس لدينا مرجعية نقابية ليس لدينا سقف نقاب يحمينا يعني ما تحقق بالروابط الموجودة ما شاء الله يعني نكمل الروابط وكلهم بيحكوا باسم الأساذ وبيجتمعوا مع المعنيين والمسؤولين باسم الأساذ ما بتحترفوا بهك روابط كتيار نقابي مستقل نحن كتيار نقابي مستقل نحن كتيار نقابي مستقل شاركنا في هذه الانتخابات الأخيرة التي جرت في ربط أسادس التعليم السنوي والتيار حاز على نسبة فوء الأربعين بالمئة من أصوات الأسادس ولكن وقتل بتلاقي كل هذه الأحزاب كل المكاتب التربوية مع اختلاف انتماءاتها تحالفت لإسقاط عودة القرار النقابي المستقل إلى الروابط نحن لحد هلأ منعترف بهذه الرابطة ومنطالبة لذلك نحن عم منطالبة تتحرك ولكن إذا ضل الأداء النقابي بهذه الطريقة نحن قدامنا خيارات أخرى مفتوحة بس أنتم وعدتوا بتسعين دولار أبطوها ولا لا؟ معظم في ناس أبضتها تسعين دولار أكيد مش عم نقبضها كنا فراش كنا عم نقبض تسعين دولار على سعر سارفة ولكن في كتير أستاذي لحد هلأ بعد ما أبضتها تصور إذا حدا منصاب بالكورونا أنه يعني كان مش قادر يروع مدرسته أو حدا عنده ظروف صحية ما أخده لأنه لم يحقق الأيام المطلوبة منه بالحضور حتى أسباب صحية بس السنة دي قضامنا رفعت يعني الاستشفاء هل الرفع الاستشفاء إن كان بالضمان أو بالتعاونية اليوم هيدا بيحل مشكلة الاستشفاء عند الأستاذ؟ يعني التعاونية الموظفين رفعت نسبة تقديماتها بالموضوع الصحي أربعمية بالمية والضمان؟ والضمان بعتقب بنفس النسبة لا ضمان ميتين مرتين ونص بالمية مرتين ونص كتعاونية اللي نحن منتسب لإلقي قطاع رسمي رفعت أربعمية بالمية نائبة أصحاب المستشفاء الخاصة وبعتقد بمقابلة على صوت لبنان مع حضرتك قال إنه الفاتورة الاستشفائية زادت بين الألف وستمية والألفين بالمية طيب أنا كيف كأستاذ مش عم بأبض رأتي بيكفيني ثمن الأشياء الأساسية بالحياة طيب إذا اضطررت فوت على المستشفاء من هم بدي أمن هذا الفرق اللي حاليا بتقريباً 80% في ظل تضخم هائل وارتفاع كبير في نسب وتكاليف الإشفاء شو عم نقول هلأ أنا وياك إنه لا عام دراسي جاية مقبل بالمدارسة الرسمية في هذه الانطلاقة للعام الدراسي بالمدارسة الرسمية متعسرة لا هلأ عم نحكيهاك لأنه الأساسية مش رح يعلمه إلا إذا الروابط تدخلت السياسية هلأ مع الروابط مثل ما كنا عم نقول نحن وياك الروابط تحت جناح السلطة السياسية وطلبت منها إنها ترجع إلى صفوفة شو بتعملوا؟ نحن حاليا من طالب هيد الروابط تحتكم للنظام الداخلي للروابط وهي العودة إلى الجمعيات العمومية وفلنحتكم جميعاً إلى قرار الأساسية إذا الأساسي أرروا بهذه الفتاة التي أعطيت إلنا بدون يرجعوا على العام الدراسي فليطلق العام الدراسي كما هو أما إذا رفضوا الأساسي ونحن على ثقة بأغلبية الأساسي رفضين هذا النوع من الزل في التعاطي معهم فنحن منطلبهم أن يحترموا قرارات الأساسي وأن لا يلجأوا إلى بعض التسويات على حساب الأساسي على حساب وجاعهم على حساب أولادهم إي بس اليوم ما في زودات مثل ما عرفنا للقضاءات وغيرهم باليوم بالأنون وبالدستور لازم يكون في تساوي بهالموضوع قصة التراوية لازم يكون في تساوي ليش عم نشهد برأيك صيف وشتي على سطح صيف بوقت واحد يعني في قطاعات في قطاعات عم تقدر الطالب أو دوات النقابية عم تطالب وما بيقدر يزعلوهن وعندهم حضور الفاعل النقابي فعم بيقدر يحصلوا على بعض الحقوق وهي حق لهم أما بعض القطاعات الأخرى يعني حتى نظرة الدولة إلى التربية مش هيك ننظر للتربية هاو دي الناس اللي لازم يتعلموا هاو دي ولاد الفقرة ولاد طبق الوسطى يجب أن يكون يتعلموا وإلا هاو بعد الأيام بيشكلوا خطر على هذا المجتمع طيب الـ 95 ألف بدل النقل ما بتكفي أكيد ما بتكفي تنكة البنزين بـ 700 ألف كم بتكون تواجهوا المطلب؟ نحنا مطلبنا الأساسي وهذا الشي الطبيعي نحنا على أيام ما كانت دولار 1500 كنا ناخد بالنهار 8000 بدل النقل نعم 8000 كنت تشكل 40% من سمن تنكة البنزين وهذا الحد الأدنى لنقدر ننصل على السنوية فنحنا مطلبنا حاليا إما أن نرجع 40% يعني أن يكون بدل النقل متحرك وفق سلة متحرك لبدل النقل يرتبط بسعر تنكة البنزين أو يعطونا بونات بنزين ونحنا مع أنه يربطوا عدد البونات البنزين بمكان سكان تب ليه عم تحكي عنه كمان يعني هل الروابط طرحته؟ لا يعني لو باتفاق السراية اللي حكينا عنه أنا و هيك قبل شوي هل طرح الأمر أكيد؟ لا ما طرح وعم بيكتفوا بهيدي الزاودي اللي هي 95000 وهي ما بتكفي يعني حتى لو كان بنفس البلدي ساكن الأستاذه وسنويته ما بتكفي أنه يقدر يوصل على تب راح الوزير حتى يلم الشحادة اليوم من قطر يعني عرفنا فيه معلومات أنه ما مش الحال رعى قطر ورجع رعى الولايات المتحدة كمان عم بيحاول نحن نحن مش طالبين نشحاد نحن أساد زي عنده كرامتنا بس اللي ما مع مصاري بس بتطلع بهيدي الموازن التي أقرت اللي ليس لها أي أبعاد لا اقتصادية ولا مالية ولا نقضية ولا اجتماعية لا فيه مصادر تمويل وإذا بترجع الدولة إلى البحث عن الإرادات التي لا تؤذي هذه الطبقات الفقيرة والمتوسطة بتلاقي مصادر للتمويل من ضمن الضرائب التصعودية من ضمن الأملاك البحرية من ضمن والنهرية من ضمن فيه كتير رسوم ممكن تفرضها حتى أرباح الشركات المحققة خارج لبنان اللي هي عم تشكل أرباح حقلي بالنسبة لأقلنا وممكن تشكل إرادات ولكن نحن دايما دايما بهذا البلد نبحث عن الضرائب السهلة الضرائب غير المباشرة ما بيروحوا على الضرائب المباشرة هي ضرائب الدخل والأرباح ورأس المال بيتهروا من هذا نوع من الضرائب لأنها تطال هذا الجزء من الشعب اللي هو مسيطرة القليل المسيطرين على الوقت عم نحكي بحقوق أساسة حقوق مشروعة بالتعليم الرسمي من كل طبعا الأساسة والثانوي وغيره إنما في جريمة اليوم عم بتصير بحق الطالب وأهله بالمدرسة الرسمية جريمة لأنه التعليم حق والجريمة إنه الأساسة مقضربين ما رح يرجعوا على الصفوف قبل ما ياخدوا حقوقهم اليوم من المسؤول بنحدد أنا وليك أستاذ علي أصعب شيء كونبي شايف إنه فيه أتوكار عم بيجي ياخد ابن جيرانه على المدرسة الخاصة وابنه قاعد مش قادر يجيب له كتاب هاي الأزمة تتحمل مسؤوليتها هذه الدولة بكل مكوناتها طيب حاليا وقت منلاقي إنه النسحين السوريين بياخدوا 40 دولار طالب مقابل إنه يروح على المدرسة طيب نحن ما فينا ببلدنا بوطننا نطالب إنه نكون مثل النسحين طيب ما فيهن يأمنوا مصدر تمويل ما فيهن يطالبوا الأمم المتحدة إنه كما يحق للنازح أن يتعلم يحق لهذا المواطن اللبنان يعلم أولاده نعم بس ليش ببداية سنة دراسية يعني كانوا بيقدروا يستعملوا الحقوق بموعد الامتحانات ما يروحوا على الامتحانات وما يصلحوا امتحانات بموسم الانتخابات يقاطعوا ما يروحوا كمان على الانتخابات ويكونوا بحد السنة ديئ ليش بدون يستعملوا بداية السنة الدراسية لحتى هن يقولوا بدنا مطالبنا يعني هيدا مش علامة استفهام ترتسم كان في حقوق يعني هالحقوق اللي احنا عم نحكي عنها ومشروع على يعيش الأستاذ بكرامته كان بيقدر قبل يحصلها بداية السنة دراسية صح نحن كتيارنا أبي مستقل موقفنا تاريخيا يعني التيار انه نحن مع اطلاق العام الدراسي رغم كل الظروف والمحطات المطلبية ان لا تكون في بداية العام الدراسي ولكن نحن حاليا مش عم نقول تحرك نحن عم نقول موضوعيا غير قادرين على الذهاب المدارس من يتحمل مسئولية عدم التحرك بالوقت اللي نحن دعيناهن وقت الانتخابات خلينا نقطع الانتخابات دعيناهن أن نستعمل وراء أخرى هي الامتحانات الرسمية دعيناهن أنه نتحرق بإضرابات خلال العام الدراسي أن تكون هذه الإضرابات موجع كي لا نصل إلى عام دراسي بدايته بهذه التعصر وهذه بالصعوبة للأسف هذه الروابط كان مهمتها التسويف تمرير الوقت تسويف تمرير الوقت وعدم الاستيجاب لمطالب الأساتذي لحد الأدنى كان مطلبنا جمعية وعمومية شوفوا رأي الأساتذي شو بدهم وبناء عليه منيخذ إيه إلى أين وصلين هلأ؟ نحن للأسف المستقبل التربى وفي لبنان في ظل هذه الطبق السياسية وهذا العام تحديدا قاتم قاتم بخصوص المدرسة الرسمية مدرسة الخاصة مقلع وعمتعلم وماشي حالة لو ما نعرف إذا ماشي حالة طبعا في عنا سنديق بقلبها كل مدرسة عم بتدبر حالة بالتي هي أحسن على كل حال بس الأهالي وطلاب الفقراء بلبنين ومتوسطي الحال قاعدين ولادهم بالبيت لأن المدرسة الرسمية معطلة بوقت بكل يعني اليوم بكل قارات بكل دول العالم التعليم حق بقدس ولا يجوز التلاعب في نقطة عصد كلمة أخيرة منك أستاذ علي طبعا رح يكون عنا لقاءات متتالية لأنه ما بيحق لحدا يعطي المدرسة بالدستور وبالأنون المدارس لازم تفتح ما حدا بيحق له يسكر مدرسة اليوم أنا بيدعي كل المسؤولين وكل القيمين على هذا البلد كتير صعب أولاد العالم ما تتعلم كتير صعب الأولاد العالم قاعدين بالبيوت وهن أولادهم عم يتعلموا إما بالخارج أو بمدارس خاصة وقادرين يدفعوا لذلك عليهم هم اشتراح الحلول هم انتدبوا أنفسهم لهذه المسؤولية فليتحملوا مسؤولية وليأمنوا حقوق الأسادزي من جهة وحقوق الطلاب بالتعلم من جهة تانية ونقطة على السطر ونقطة على السطر بدأت تشكرك تشكر إذا تصوت لبنان وهذا المنبر الحر أهلا وسهلا فيك علي أسعد الطفي للقيادة بالتيار النقاب المستقل أصدقاء المشاهدين والمستمعين العنف ضد المرأة يتمدد فهل من يساعد فاصل ونطابع مع رئيس الجمعية كفا زويا روحانة مع رئيس شعبة العلاقات العام بقوى الأمن الداخل العقيد جوزافي مسلم ومع شهادات